كشفت قناة الجزيرة الوثائقية عن مفاجأة صادمة ومقرفة اذا صح التعبير حيث كشفت عن قيام شركة المشروبات الغازية العملاقة كوكاكولا باستخدام الديدان سرا من اجل تحسين مذاق مشروباتها الغازية حيث تضيف نسبة عشرة بالمئة من طحين الديدان الى المنتج من اجل تحقيق مزيد من الارباح وجاء ذلك في مقال مفصل نشرته قناة الجزيرة تحت عنوان اكل الحشرات هل ينقذ عالمنا ويضيف ذات المصدر ان استخدام كوكاكولا لهذه النسبة الكبيرة من الديدان في صناعة مشروباتها الغازية جاء من اجل تحقيق ارباح اكبر للشركة خاصة وان اضافة الديدان الى المشروبات الغازية يعطيها مزيدا من المذاق الحلو قناة الجزيرة اوضحت ان هذا يأتي